لم تبدأ الجولة الجديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المنطقة في موعدها المحدد فبحسب مصادر مطلعة فإن زيارة المبعوث الأممي إلى الرياض للقاء الحكومة كانت مقرارة للأحد لكنها تأجلت دون أسباب واضحة فيما يرى مراقبون أن هذا التأجيل قد تكون له علاقة بالأجندة القديمة للجولة الأحدث للمبعوث الأممي إلى المنطقة اللقاءة المرتقبة لولد الشيخ مع الحكومة في الرياض إن تمت فسوف تلحقها لقاءات مع ممثلين للطرف الإنقلابي في مسقط بعد أن تعذرت زيارته إلى صنعاء بسبب التعقيدات الكثيرة التي يضعها الإنقلابيون أمام مهمة المبعوث الأممي وزير الخارجي عبد الملك المخلافي هو من تحدث عن جولة إقليمية سيبدأها ولد الشيخ لتفعيل مشاورة السلام المتعثرة لكنه قلل من أهمية هذه الجولة وقال في تصريحات صحفية إنها لن تحقق أهدافها في إحلال السلام لأن المشكلة في نظر الوزير المخلافي ليست لدى المبعوث الدولي ولا الحكومة الشرعية وإنما في عدم استجابة الإنقلابيين لوسائل السلام مصادر صحفية أشارت في هذا السياق إلى أن جهود المبعوث الأممي ستسعى إلى التشاور حول هدنة إنسانية تبدأ في الأول من رمضان تعقبها مفاوضات سياسية المصادر الصحفية ذاتها أوضحت أن الهدنة ستكرس للتفاوض حول إطلاق صراح المختطفين والمخفيين قبل إجازة عيد الفطر محاولة أممية تستبق الزيارة الخارجية الأولى من نوعها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي من المنتظر أن تشهد وفقا لأمين عام مجلس التعاون الخليج عبداللطيف الزياني تنسيقا مشتركا بين دول الخليج وواشنطن في مكافحة الأنشطة البحرية الإيرانية المخالفة واعتراض الأسلحة المهربة للحوثيين في اليمن وستركز بشكل رئيسي على أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى